السلام عليكم اليوم افكارنا كتير حلوة وكتير غنية رح تستفيدوا مننا كتير احبائي بالبداية رح نباشر بالفكرة الاولى الفكرة الاولى كتير مهمة خاصة للستات لبيوت كل اياتنا عنينا من هيدا المشكلة هي كيفية ادخال الشريط اوز النار الى داخل البجامة من جديد او كيفية ادخال المغيطة او الربيطة الى داخل البجامة طريقة كتير سهل هي شليمون جبنا اي شليمونة متل ما شايفين دخلنا فيها الزنار او شريط بهيدا الشكل من دخل من دخلها قد ما فينا الى الداخل انا تقريبا رح دخلها للربع متل ما شايفين لانه ممكن تسحب معي بحال دخلتها شوي صغير وبلش دخلها بهيدا الشكل فكرة كتير 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 حلو ما بقى تستصعبوا الموضوع بحال فلت زنار البجامة عندكم بالبيت او 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 اذا فلتت المغيطة او الاستيكر فعملوها بهيدا الشكل طريقة كتير كتير سهلة متل ما شايفين بواسطة الشليمونة ما رح تاخد معنا دقيقة انجع دقيقة ورح نقدر ندخلها منيش نشوفو هيدا الطريقة شو سهلة اذا حاجة بتكون الطريقة بصراح حطوا لايك احباقي وشايروا الفيديو للكل يستفيد شوفوا وين صارت هيدا راسة للشليمونة ونحنا يعني عم كفة وصلت للنهاية متل ما شايفين واكيد سحبت معي شوية صغيرة او سحب معي شوية صغيرة اه للشريط يعني انا حطيته على الربع صار هو على النهاية فانتوا قد ما فيكن دخلوا بالشليمونة وقت بدكن تعملوا هيدا الطريقة فكرة كتير حلوة متل ما شفتوا وسهل كتير يمكن ما بتخترع البال بس مع جمانا كل شي معقول احباقي ان شاء الله تكون هيدا الفكرة كتير حلوة هيا ننتقل للفكرة التانية الفكرة التانية كان من فكرة كتير 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 مهمة اه بتعرفوا احنا هلأ بفصل الشطوية وعم نلبو الصوف وكنزات تقيلة فأبشع شي انه يبقى يوبروا بسبب الغسيل وبحال نسينا شي محرمي او كليناكس بيقلب شي جايبة فهنيك اللبكي الكبيري والغسل ومع بعض فراح يوبروا كل التياب فعندي طريقة كتير سهلة هي متل ما شايفين سفنجة الجاني العادية اللي بنجلي فيها بس اكيد نظيفة انا عاملة هيدا خصيصا لهيك مواضية بكل سهولة احباقي بنقدر نعملها بهيدا الشكل وكل الوبر الموجود عليها من قطع بيضة صغيرة من صوف صغير بسبب الغسالة بسبب طبعا التياب الموجودين بالغسالة كلياته بينشال طرق كتير كتير سهلة بس كتير صعبة بالنسبة لقلنا ولبكي بحال ما قدرنا نوصل للحال فهون انا عم قدم لكم حلول افكار كتير مهمة لا تستفيدوا منها وتجربوها عندكم بالبات وتسهل عليكم حيتكم متل ما شايفين الفرق بين اول ميلة شفتو كيف كل الوبر الموجود كله راح ولايكوا الميلة التانية كمن بنفس الطريقة احباقي بنقدر نعملها انا صارت معي مرة وما انتبهت وكان فيه ببجامة ابني اه كليناكس اه او فوتت مطبخ صغيرة فانغسلت مع التياب بقلب الغسالة وصار تقريبا كل البيجامات عليهم اه هيكي قطعة كتير صغيرة بيضة فكتير انزعجت وتلبكت فلاقيت هيدا اسهل حال لقدر حل هيدا المشكلة الفكرة اللي بعدها هي راح نوفر كهرباء اصلا ما فيه كهرباء عنا فلالناس اللي ما عندهم كهرباء وبحال فيه ناس عندهم كهرباء وبدون يوفروا كهرباء اه وكوي فراح قدم لكم فكرة كتير حلوة اه بتحطوا البناطلين تحت الفرشة او تحت تحت فرشة السرير بهيدا الشكل لتاني يوم طبعا بيكون ولادنا من ايمين اه على الفرشة تاني نهار بتشيلوهم بيكونوا مكويين كمان القمصان مراييل المدرسة اه تيشارتات مثلا بتقدروا تعملوهم بهيدا الشكل حتوفروا كهرباء مثل ما قدت لكم هيدا اذا اجت عنكم الكهرباء وكمان حتوفروا مجهود وطبعا هيدا الفكرة يعني الناس هتنتقدها بس فكرة كتير مهمة لانه صدقوني في مناطق مش عم تجي الكهرباء نهائيا وعم يتلبكوا كيف بدون يكونوا فاهم شي نرتب القمصان نرتب البناطلين ونحطهم تحت الفرش بالليل لتاني نهار تاني نهار حيكونوا مكويين جاهزين منشيلوهم ونلبسوهم فكرة كتير سهلة وصدقوني مهمة كتير لبعض الناس ان شاء الله هيدا الفكرة كتير كون حلوة واستفدتوا منها بننتقل للفكرة اللي بعدها فكرة كمان حلوة هي التقليم الازافر كتير من الناس الموضوع هيدا بيزعجهم وقت يقلموا ازافرهم الضفير اوقات بيقوا على السجادة اوقات نصلا بيقوا على الارض في اقوال كتير بتقول انه يزبحال وقع الضفر على الارض او عسل جدوي وضاع اللي بيجيب الفقر ما بيعرف قديش هي المقولة مزبوطة بس المهم على كله نحاقدم لكم فكرة اليوم فكرة كمان كتير حلوة انكم تجيبوا آآ تلذيقة عادية وتحطوها بهيدا الشكل على آآ متل ما شايفين على آآ الملقاط بهيدا الطريقة او على مقص الضفير بهيدا الطريقة وبكل سهولة هلأ راح تقص ضفير ابني انا ورح فرجيكم كيف الضفير راح يضلون داخل الملق داخل لمقص الضفير من الداخل مستحيل ولا اي ضفر انه يقع على الارض فمش غلط انه نجرب هيك افكار لو كانت الافكار كتير سهلة في ناس يمكن هيدا الافكار ما تعنيلون ابدا بس في ناس راح تعنيلون لانه آآ فكرة كتير حلوة لكم لانه كمان بيعتبروا انه آآ من النظافة انه ما يقع على الضفر على الارض متل ما شايفين هيدا الضفر الاضافير هون بقيوا فرح نشيلهم بهيدا الشكل ومنشيل آآ اللي ازايقة ومنرميها فهون مرة بقى تتعبوا ويقعوا منكم الفكرة اللي بعد هي هون عندي الشفرة آآ بعد الاستخدام او قد تضيع معانا الغلاف الخاص بالشفرة او غطاء الشفرة من فوق فحقدم لكم فكرة كتير سهلة هي شليمونة راح نجيبها ونعمالها بيت خاص للشفرة بهيدا الشكل ونرجعها ونضبها للاستخدام التاني او بنفس الاستخدام انه منقدر كمان نستخدمها آآ بس المهم انه نسكرها بهيدا الشكل هاي افكارنا احباة الى اليوم لحقدم لكم اخر فكرة كمان اخر فكرة للناس اللي هيك المرتب اللي بتحب الترتيب كتير وما عندهم منظمات خاصة او جوارير خاصة آآ لحتى ينظموا غرادهم فعم قدم لكم اناك افكار بسيطة سهلة لحتى تنظموا آآ غرادكم بالبيت عندي هون شرايت وعندي هون شليمونة متل ما شيفين رح يفتحها بالشكل المعاكس بهايدا الشكل انا فتحت وحدة قبل يعني وجهزتها لحتى فارجيكم شو رح اعمل ان شاء الله كل هيدا الافكار اليوم قدمت لكم اياها تستفيدوا منا وتفيدوا غيركم آآ وبتمنى طبعا ازا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة تنزلوا هلا لاسفل الفيديو تكبسوا اشتراك وتفعلوا الجرس لو يصلكم مني كل جديدة واكيد ازا حبيتوا الفيديو بتعملوا شير لحتى طبعا يستفيد الكل هلا رح اجمع كل الشرايط بهيدا الشكل ورح جيب شليمون اللي انا السيطة اهمة شي احبق نكون على طبيعتنا على طول ما نتصنع آآ ونقدم افكار لحتى تفيد الكل مش ضرور نقدم افكار متل ما بينقال افكار واو متل ما بينقال مهم نقدم افكار لو كانت كتير بسيطة بس رح تفيد كتير 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 من الناس ان شاء الله افكاري اليوم تكون عجب تكونوا حبيتوا خاصة فكرة التياب والكوي وما رح يفهم آآ يعني هيدا الموضوع الا الناس الموجوعة من هيدا الموضوع من يوم رح ما بقى تنوجعوا رح تفيق الصبح وتلقوا تياب كل مكويين بحال ما في كهرباء بالمرة انا هلأ بدي ودعكم تحكوني كتير الى اللقاء